اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشأن تعزيز التعاون في مجال انتاج الادوية وتهدف مذكرة التفاهم هذه الى تعزيز التعاون الروسي البحريني في مجال الصناعات الدوائية والطبية على اساس تنافسي والمنفعة المتبادلة وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد أنتون إلخنوف وزير الصناعة والتجارة مذكرة التفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة النقل بروسيا الاتحادية في مجال النقل والترانزيت وتهدف مذكرة التفاهم هذه الى تحسين كفاءة روابط النقل لتنظيم وزيادة حجم نقل البضائع والركاب في حركة المرور الثنائية والعبور على ممر النقل الدولي شمال جنوب وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد رومانستاروفويت وزير النقل مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والأثار بمملكة البحرين ووزارة الثقافة بروسيا الاتحادية بشأن مشروع المواسم الروسية في البحرين الفين وخمسة وعشرين وتهدف مذكرة التفاهم هذه الى تنفيذ برنامج المواسم الروسية من اجل تقديم التراث الثقافي الروسي في مملكة البحرين وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيدة أولفا لوميو بيموفا وزيرة الثقافة برنامج تعاون بين هيئة البحرين للثقافة والأثار بمملكة البحرين ووزارة الثقافة بروسيا الاتحادية للأعوام الفين واربعة وعشرين الفين وسبعة وعشرين ويهدف برنامج التعاون هذا الى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين بتاريخ الثاني من ديسمبر الفين وثمانية وذلك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في المجال الثقافي وقد وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيدة أولفا لوميو بيموفا وزيرة الثقافة مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ومؤسسة روسونغريس ومركز كاماتشاكا فالكون بروسيا الاتحادية وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية أنواع الطيور النادرة على المستوى الدولي وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بينما وقعها من الجانب الروسي السيد جريفوري فيليكينغ نائب رئيس مؤسسة روسو كونغريس والسيد فلادمير توماتشوف مدير مشاريع مركز كاماتشا للسقور مذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية مملكة البحرين والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية روسيا الاتحادية وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى التعاون بشكل منتظم في مجال التدريب وتحسين المهارات المهنية للدبلوماسيين في إطار تعزيز العلاقات بين السلك الدبلوماسي في البلدين وقد وقعها من الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بينما وقعها من الجانب الروسي السيد أليكسندر ياكو فيتكو رئيس الأكاديمية الدبلوماسية للخارجية الروسية حضر مراسم التوقيع الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم وكبار المسؤولين في الحكومة الروسية ترجمة نانسي قنقر